بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم اخواني ان شاء الله لكم لابس وبخير مرجونا نحكو في هذا الفيديو على يعني الموعد القادم تعكس هم افريقيان يعني نتكلموا على القائمة المحتمة على المتوقعات على المنتخل الوطني الجزائري وجمل بالماضي يعني هذا يقعد مجرد رأي يعني حسب المعطاية اللي عدنا يعني نقدروا كما رأنا احنا المتابعين تعالى المنتخل الوطني الجزائري يقدر يكون عدنا كالنظرات على الحسب اللاعبين يعني لما اكونوا حاضرين. انا الخبر يعني المفرح انه يعني كأس امم افريقيية على الكامرون راحت توقام يعني كما الموعد اللي كانوا مسترينو يعني من 9 ينوي إلى 6 ينوي وهذا شيء طيب لانا نسمعنا هنا وهناك انه كانوا بعض المنتخبات كانوا حابين يعني يغيروا يبعدوها ولا يلغيوها قاعد وبالتالي يعني الخلاص كومفرماو يعني كامرون 10 ينوي ان شاء الله من ال можем 2017 . الشيء جيد , المئات توفيatterية gay من قبل الن magical و الواقعات في المزيع لكن الفندوقان في المنازل فموسعة فبالتالي احنا ايام متعودين انه نشوف المنتخبات عامتين يدون معهم 23 لاعب في تشكيله وفهذه المرة التاع لقوب دافريك احنا يتجيبوا 30 لاعب نظرا يعني لتفشي يعني الوباء الخبيث هذا فبالتالي يعني ولكن كان احتمال يكونوا بعض اللاعبين يتصابوا بهذا الفيروس يعني ربي يحفظوا ما شاء الله ويحفظكم عدنا يعني امكانية يكونوا عدنا لاعبين في الاحتياط وماذا عني توسحت 30 لاعب وهذا شيء طيب بون انا يقعد مجرد رأيي شخصية عنا بنا نعرفه احنا الكوتش ناخب الوطني الجمال بالماضي يعني مدرب يعني يعودنا انه يحب الاستقرار ما يحبش المفاجآت كثيرا وما يديش بزاف تغييرات يعني عنده فلسفة لعب وعنده بعض اللاعبين يعني راكيزة تاعه يعني لي قادر تاعه لي مدار يتعاودي لعب معهم اعتقد والغير بكل صراحة اعتقد باللي ما رايش احا تكون مفاجآت راح يعني يعاودي جدد ثقة في اللاعبين المعاودين نشوفوهم وربما رايش يعني يزيد يدخل يعني في لاليست بعض اللاعبين خاصة اللي برزوا يعني في كأس العرب بعض اللاعبين يعني يعني لعناصر اللي مدوا يعني اضافة وسينو جاب يربي يحكمل يعني كي منظرين تعودين نشوفوه بو احنا ندخلوا يعني في الموضوع مباشرة بو انا مشكيش يدي ثلاثين اللاعب بكل صراحة بس كو يعبك ثلاثين لاعب في المنتخب الابريسيون تايبش انت جيري ثلاثين إنسان معاك هكذا في الشيء موش سهل يعني كثرة اللاعبين هكذا يا في الموحيد لا اعتقد ان هذا سهل يعني الاشياء اللي لناخب المدرب ثلاثين لاعب والله ماي سهلة باش جيري هم قاعدة ضربة فبالتالي جيبون سيدي ثلاثة وعشرين ويزيد واحدة ربعة لاعبين هكذا كله احتياطيين نشوفو تشكيله اللي تبالينا يا شخصيا مجرد رأيه نشوفو يعني في حراسة المرمى من رئيس بولحي وكيجا وزغباب بون حالس حراسة المرمى مختلفين تماما يعني في طريقة الحراسة تحهم وايضا مختلفين ناحية تجربة تحمل منتخب رئيس بولحي بدون اي شك سيكون الحارس الاساسي الذي يعتمد عليه الناخب الوطني جمال بالماضي بون موش تقدر تقول رئيس بولحي على شفنا احنا يا افضل حارس عربي يعني تجربة كبيرة صحيح عنده بعض الناقائس مثلا في الخرجات الثاعو يعني خاصة كي هادوك تصديات يعني تلك الهوائية احيانا يدير راح للخرجات شوية يعني ما تكونش في محلها ولكن على العموم رئيس بولحي عشرة عشرة يعني للحارس المناسب يعني في هادو كاس افريقي المدافعين المدافعين نقدروا نشوفوا يعني تشكيلة اللي مدارين عارفوها هي بن عمري مندي بن سبيعيني عطال هادوما يعني مئة بالمئة ونقدروا هنا يندخلوا يعني اللاعبين يشفناهم برزوا في هذي كاس العرب يعني على صورة يعني توقاي بدران بن عيادة شيتي هذي يعني يقدموه مستوى لبأس به في كاس العرب وايضا لاعب توبا يكون حالر بالرغم هو ما يلاعبش بزاف مع الكوتش جمال بالماضي ولكن في بعض طرب بوسات واشاق فكي يديروا يعني يعني يشتبعوا يعني توبا نشوفه يعني يكون يكون حالر بو فيما يخص لاعب يعني ليدرتهم يعني زيادة كما يقولك توغاي توغاي وشتي صراحة تبنا في كاس العرب والله العظيم غير مستويات يعني ممتازة رائع الله غير عجبونا بزاف وقد وجبوا الإضافة المنتظرة يعني يستهلوا يكونوا في القائمة حنا نهدوا على القائمة مساعة ونقدر نشوف أيضا لاعب طهرات نقول لك على أشياء لأنه اللاعب طهرات هذا يقدر يساعد المدرب خاصة في حالات على ركدك كل لاعب ويعني تستحقوه لمهام خاص كما مليح يكونوا عندك لاعبين يكونوا متعدين لبروفيل تاحهم يعني مختلفة كل واحد يعني تستعملوا يعني في وضعيات خاصة مثلا طهرات أنا وقتش نشوفه يكون مليح شوف طهرات عنده الإمكانية يقدر يلعب في المحور ويقدر يلعب سنتينار يعني متقدم شوية يعني يعني يكون ما بين خطوط الوسط وخطوط الدفاع ومفاشل مليح طهرات مثلا كي ما شفناكي مع بو جراكي يكون متفوق على كشفاريق يعني هدف مقابل صفر ولا يحب يحتافظ على النتيجة راح يدخل لك طهرات لانه الطهرات لاعب يعني تمييز بالله يبارك عنده قامة طويلة مثلا واثنين وتسعين على اعتقد يعني الكورات الهوائية وهي تقعد نقطة طعف المنتخب الوطني التزائري يعني مليح فيهم يعني انت يكيد كنا رأي ابو عنا ما شك يكون انزيره انا مدابيك يكون سدور تزيره ولا ندخل للطهرات مع الاخر يعني يقدر يوقفنا الكورات الهوائية يعني نحتفظ عن النتيجة هذه فيما يخص طهرات هكذا ما نقدرون نهضروا هذا ثانيك نحور الدفاع نحن على ابنا بالعمري ومندي هم يعني الاساسيين هذه حاجة بينه اه انا عشنا حبيت نشوف توقاي توقاي وبدران بسكو على ابنا برياد اللاعبين عندهم انسيجام كبير شفناه في كأس العرب يعني يلاعبوا في طالد جدوسي عندهم يعني يعبوا كيف كيف مفاهمة كبيرة عبق خاصة لاعبين تعمل محورك تكون كينا كومينيكاسون بيناتهم هذا شيء ممتاز يعني يسهلهم الاداء التحم وشفنا ان بدران ايضا لاعب ممتاز خاصة يعني في الكورات الهوائية اللي قلناها ايضا هي نقطة ضعف المنتخب الوطني احيانا بدران شفناه يعني تصارع مع هذا ايضا 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 يعني شفناه في حال الكورة كان عنده صارع يعني عجزيري كان عنده صارع في كورة الهوائية وبدأتك عاود استرجحها وبدأتك سجلنا هادف هنا تشوف باللي هذا اللاعب بضران ممتاز وتقدر تتكلى عليه فبالتالي نشوف هنا عنده مكانته مئة بالمئة بوعا الاظهرة بينين بعيني عطال عطال انا شخصيا ما نقدرش نتكلى عليه مئة بالمئة لانه لاعب يعني يتبريسها بزا في تعرض الاصابات ويقدر يعني يلاشك يعني في في المنافسة في اي وقت لانه كما يقولنا عطال يعني يتميز عنده يحب يطلع بزاف يحب يراوخ يطلع بزاف يمد بزاف وبالتالي عباك الإنجال بدني وتمتم فبالتالي انا وش اعتقد ذا بالماضي مدرب ذاكي يعني كي عطال كي ابن عيادة بينزوج يعني كل واحد ربما عنده الرول انا شخصيا مادابية بدأ بي نشوف ابن عيادة اللي هو لاعب ممتاز محارب اتم عن الكلمة دفاعيا ممتاز بالك شوية ناقص في التغطية ولكن دفاعيا هايل يعني نبدأ ببن عيادة ممتاز في الشوط التاني دخلوا عطال يعني 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 يقدر يجب الإضافة يعني 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 يقدر يعني يعني يقدر يعني يسييي هذا النقطة على الطال نحن نشفنا بالذي عنده يعني 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 نرى أنه يلعب مليح، لا يدعي بشكل أخطاء يعني يدافع مليح الدفاع تعونقي يطلع يهاجم عنده يعني نشاء الله عليه سوف نرى ما يستهل ما كان في الفريق الأول وبالسبوعين ببنى نقدمه نعرفه نحن نريد أن نحضره على شيء آخر نحضره وسط الدفاع وسط الدفاع نحن نرى فيهم عندك زروقي بالناصر فاغوري بالقبلة ونرى أيضا زرقان بولايا بوداوي صراحة هاديرا نرى فيهم وأيضا نقدر نضعه بندبك لأنه بندبكة بيين مستويات يعني رائعة في هذه الكأس العرب وكما قلنا هنا كانت تشكيلة يعني مساعد يعني تقدر تدير أسماوات يعني تقدر تحط لعبين وما ذاتك بيانسير بيانسير كي يجي الصح كي يجي يعني المقابلات وما كاش كان أي مشكلة وما كاش كان يعني إصابات وما كاش كان يعني هذا الفيروس بيتشار عليهم ربي يحفظهم أعتقد باللي نحن نشوفه يعني تشكيلة المتعودين نشوفوها كيما قلنا الجمل بالماضي والمدرب يعني ليحب الاستقرار عنده الخطة تتاعه جربينة واضحة يدير فيها ثيقة عنده اللعبين ليحبهم ويحب يخدم معهم فبالتالي صراحة صراحة ما نشوف مفاجأة وأعتقد أنه يكمل لي واصل لي يخدم كيما وشفنا في المباراة تعدد بركينا فاسو على الأرجحة هذه هي تشكيلة الأساسية لاحن نشوفوها بو في في الهجوم طبيعة الحال أجنيحة رياض محرز بالليلي بن رحمة أدمون ناس بونجح سليماني وكذلك عمورة هذو هما يعني اللي يبانوا لي في خطر الهجوم حين يلعبوا بوم أنا شخصيا كنت حايب نكون عندنا يعني راس حربة تسعة كما يقول لك مئة بالمئة كما يقول لك كما يقول لك قتال في ريبوة بونجح للأسف ما نشوفناه ما شي يعني نظلموه ولا يعني نتقدوه للانتقاد ولا ما نبغيوه لا لا حاشا نحترموه ولا ما نبغيوه اللعب ونجح ولكن ما هوش يسجل الاهداف يعني ما هوش عدا سليماني يلاعب تاني كلا بس بي عنده جربة كبيرة حار عنده يعني يكون لابريزونس تلعب دور ولكن يعني السن يعني أنا كنت حايب يكون عندنا رقم تسعة بكل صراحة يكون عندنا كشة رقم تسعة يعني شاب يسجل كثير من الاهداف بس احكي نشوفوا الوضعية الحالية دوكاتيك جمل بالماضي ما رأى الشرائح يغامر هذا الرقم تسعة هذا الرأس حربالي اللي نحكو عليه كان من المفروض يتيبان قبل ما نلاحقوا الكأس أم إفريقيا كان من المفروض وكانه سياه ولعبوا عدة مرات حقا كي يشوف الاوتوماتيزم وبالتالي صراحة أنا نشوف بونجح ما بين بونجح وسليماني هم اللحن يلعبوا أساسيين كالعادة وربما عمورة عندك عمورة عندك أدمو الناس كما أدمو الناس لعب ممتاز خاصة في عشرين دقيقة الأخيرة أدمو الناس وشي عجبني فيه أدمو الناس يعني كيكون جوكار جوكار ويعني ما يدرش مشاكل يعني ويتقبل الوضعيات على جوكار وكي يدخلك أطنكي جوكار في تقايق الخين وحي يدلك حركة كبيرة كبيرة هو عنده هذك النقطة قوة أدمو الناس كي يدخل يعني في وسط المقابلة عادي جدا يدخل في المقابلة مباشرة يعني ما يديمون ديش وقت كبير باش يتأقل لهم ولا تم تم يدخل في التيرة بالرحمة شفناه يعني مع النيجر شفناه يعني يقدم أشياء جميلة أرى على الجانح الأيصر شفناه بلي صافة راو بورتي حنايا كي ما يقول لك مرنش مسيارة دين مئة بالمئة بس كنا عارفو حنايا عنده ميكانيات كبيرة يقدر يمد ما كثر ولكن بالعقل بالعقل الحمد لله دار مقابلة في المستوى أخرا وكان واحد اللاعب حبيت نزيده يعني وكنه جاب يا ربي قام التفقين هو اللاعب ياسين براهيمي ياسين براهيمي يعني ما تقدرش ما تجيبوش حنا شفناها يعني في كأس العارف هذا صراحة عجبنا تقدم مستوى ولا أروع كان فعل كان حاسم كان عنده الحرارة جاب لمس التاعه الفنية عنده قوة شخصية أيضا اللي تلعب دوري يعني كبير في هذه المنافسات يكون عندك لاعب عنده شخصية كبيرة فبالتالي يشوف ياسين براهيمي نقطة ضعف تاعه كما ذكرناها سابقا هو أنه يحتفظ بزا في الكورة عنده الملاغات هذه بزيادة وعنده أيضا التمرير الأخيرة دايما يعني ما تكون شوية عشوائية لأنه يحتفظ بزا في الكورة ولكن جاب يا ربي يقوله جمال بالماضي الناخب الوطني يعني يهضر معه مليح واعتقد سيفعل يهضر معه مليح ويفهمه يعني ويوضح له الأمور يعني يقدر يحسن هذك نقطة ضعف تاعه ويقدر يجيبنا يعني حاجة إيجابية للفارق خاصة أنه شفنا بله هذا اللي عبره بوليفالون يقدر يلعب على الهصار يقدر يدخل في القلب ويقدر يلعب حتى خدمته كاروليور يقدر يعني من وسط الدفاع ويجي حابط يعني يقدر هاي والله صراحة ما شاء الله براهيمي عنده مكانة في المنتخل الأول قلنا ببركي بركي يعود يراجع روحو مع الكوتش جمل بالماضي نقصنا هذك تالي احتفاظ بالكورة بزيادة والله غير عنده مكانته مئة بالمئة يعني يقدر يلعب في مكان بالليلي ولاعياء بالليلي يخرج يدخل براهيمي يقدر يلعب يعني في الوسط ياسين براهيمي لاعب محترف ويقدر يعني يلعب في أي مكان فبالتالي انا هذه هذوما اللاعبين لم يبعني يعني هذوما لم يبعني كانين بعض لاعبين أخرين ربما لم نذكرناهم كانين 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 كثير من اللاعبين ولكن لا يقدر يجيبهم كامل كما قلنا بك ثلاثين لاعب يديهم خاصة أن هذو ثلاثين لاعب لم يكن يتكفلوا بهم يعني ما ذلك لوجيستيك يعني استقاموه ما ايش سهلة. فبالتالي لا اعتقد ان الجمل بالماضي حيدي ثلاثين لعب. انا اني شوف يدي ربما الثلاثة وعشرين. وزيد واحد ضرب علي بين هكذا في الاحتياط. انت انسي شامي اذا ما تكيت بليس جوار ولاي مرض جوار. يقدر يبدل يعني العاصل وكيما قلناها جمل بالماضي اه كي يتعاود تشوف بركة تصفية تعكس العالم ولا. شوف اللي الجمل بالماضي عنده يعني الهيكل تا الفارق باين. ما شاح يغيره. عنده يعني الاستقرار. عنده لاعبين. ذو كنت تكون متافق معه ولا مكش متافق معه. واذو الاختيارة تتاوه على بل وشاو يدير. وشف باللي خدمت وراي. جيب نتيجة. فبالتالي ما تنجمش تنتاقدها. شوفنا باللي ويفضل بالعمري. يعني كان بزاف الناس اختالفوا معاها يقول لك علش بالعمري رو منتهي. ما روش يقدم يعني سوالح ملاح. ولكن واحد التسعين بالمئة بالعمري يحي جدد فيه ثيقة تاعه. شوفنا بلي بو نجاح ايضا. ما روش يمد الكثير مع المنتخب الوطني الجزائري. ما روش يسجل اهداف. ما روش يقدم الكثير. لانه يقوم بدور اخر. يعني يعيلك يقاوم. ولكن نحنا على بنا في كوات القادم رأس حرباء. موش نطلبه من هو تسجل اهداف. لازم يكون حاسم. خاصة فذوق الاوقات اللي تكون محتاجه. يعني ماشي كي تكون متفوق بالنتيجة عريضة او ثلاثة ولا وزيد يسجلك الرابع. حلان لا لما عندناش وش نديرو هكذا. حلان لازمنا هادك رأس حرباء اللي هو يدير يصنع الفارق. يعني هدي هي اللي خاصتنا احنا يعني مع رأس حرباء تعبو النجاح. اعتقد ان هدي هي تشكيلة اللي يمدهرين شوفوها يعني مبولحي شوفوها عطال على اليمين شوفو بن سبيعيني على الياسار شوفو بماندي وبالعمري شوفو ايضا في الوسط زروقي. اه فاغولي. اه اه ربما انا بندبكة والله غير نقدر نطيله ولا شو نستاعو بندبكة بسكوش بينا اشياء جميلة جدا. ونسيد وشوفو اه محرز بالليلي وبونجاح. يعني هذه التشكيلة الاساسية لاعتقد اللعبنا بها بجمل بالماضي. حنا يقعد هديه يعني مجرد رأي تكاهونا. نحن نقصروا مبينتنا. وكل واحد عنده رأي تاعه. كل واحد يعطينا تشكيلة تاعه. وحنا نتمنى كل توفيق للمنتخب الوطني الجزائري. وللجمل بالماضي. وللجميع اللاعبين. ربي نصرهم وربي وفقهم. وبارك الله فيكم على الاستماع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.